السلام عليكم انشاء الله كامل تكونوا بخير وفيديونا هاليوم يجبكم كامل هنيين ومتهنيين قبل ما نبدأ الفيديو نصلي مع بعض الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاوات والسلام فيديونا هاليوم رح يكون روتين تحفيزي كما كنتشوفوا من فيه لطياب الأولو في غير تحذيرات والتنظيفات هنشارك معكم طريقة استعمال الأوني الفخارية كيفاش نديرو لهم قبل ما نستعملوهم وكيفاش نتعاملو معهم في الاستعمال الدائم رح نبدأ قبل بالحمص عندي هنا يار طلطة حمص على كاكباك الكاملة رح نشمخوا اكم تعرفو في رمضان نحبو نطيبو لي سوس وكل سوس وشي جي فيها مرة نديرو فيها حمص مرة نديرو فيها شومبينيون مرة زيتون الخضر ننوعو يعني صح معروف على معروف يعني على الحمص انو نستعملوها نديرو به دبارة أو نديروه في الأطباق التقليدية مثلا بربوشة لكن في رمضان نحبو دائما نكثروا هذوك هذوك الأطباق العصرية اللي يكونوا بلي سوس و راح نروح الليمول تعالح ليلي يعني كامل عندنا هذو الليمول و كمزاف اللي تحير كيف هتنظفهم و ديما هكات تسوفري معاهم ديما هتطيشهم و تروح تشريه جديد انا راح نشارك معاكم كيفاش ننظفهم و كيفاش يعني نتعاملوا معاهم حتى هما و ذركة عني عندي هنا كما كنت شفو كنت خبيتهم يعني قسمتهم كين اللي كنت راح نطيشهم و كين اللي كنت راح ننظفهم و خبيتهم و غفلت عليهم من المهم كين ما تشوفو عندي هنا انواع سوات الليمول و هذو اللي كورني و اللي سيقار تعالح جديد هذو ثانين نستعملوهم و كامل سوى الليمول سوى اللي سيقار و اللي كورني نديروهم للحلويات و للموملاحات ثاني باش ننظفوهم نحتاجوا شبكية تخميرة و فنجال تعالخل و سابون هاي باينا باللي سابون اللي تقوني مدارتيه اللي مناشف تعالكسرا ولا التراشن هذك هو ما اللي هذك هو اللي يتخدمي يعني تخليه في الكوزي انا جيبي اي مرميطة ولا كوكوطة ولا برما عندك ما طيبش فيها يعني ما تستعملهاش لطيف نديرو فيها الماء كي ما شتوني حادرت فيها الماء و جيبت الصابون تاعي و رابيتو هنا يا الحساب الليمول قدمه عندك يعني عندك بزاف ترابيه ترابيه المهم الصابون قيس ما تحتاجي انا هنا درت واحد قدرت نصه لخطراني خادمة به يعني اذا عندك قالب جديد ديري ربوع تاعه و بركيه يكفيك رابيت و حطيت الماء هذا فوق النار و قدت نحرك حتى ذاب لي هذك السابون يعني بقى يتحركي حتى نذوبلك بكل و بعدها بداي يستعملي هنا يا هكم تشوفو ذاب و رغونت لي الحالة و استعليها الخل نتخافوش البنات الخل اللي راه هم ينحي لكش هذك الرغوة و معروف على الخل انه اصلا الخل ينحي صديد عنا نقولكم نحي صديد بسعاني جايدكم فلعدة الخل معروف انه ينحي صديد ينحي الكالكار و ينظف فيه نفس الوقت يعقب نحط لي مولتاوي انا هنو شرح ندين نخلي هي من الاحسن البنات خليوا يحتني هز الغلية كي هز الغلية و لوحوا هذك هذو كليمو لتاويكم حطيتهم حركتهم شوية خليتهم معدل عشرة دقائقاتك و نحيتهم من نحيتهم من النار هنو شندير نحكي من نحي بشوية و نبدأ النظف ديجا شوفو هنا ما زال محكيتهم شا و طارو عكم شتو كيفش الطار منو يعني الحواي يجز ايضا هنا يجي ببروس روح يشري بروسادون الواحد يروح يشري بروسادون وحطها في الكوزينة يحتاجها يعني كين بروس و كين حوايج اللي يحتاجوا فيهم بروسادون صرتوا هذو كل بلايس الرقاق اللي ما نقدروش ندخلوا فيهم بروس الكبار ولا هكال اسباعنا تساعدنا بروسادون و تشوفو البنات هنا كيفها يعني تعاون كيف الخدمة هاكم تشوفو هنا يمس حبر كغرب اللاذات بالخزم و هذو تعلق نيدلات نحتاجوا فيها البروسادون ليها ليه خل من ما تبقيت تتعذبي بهذي كلاذات شوفوا البنات كفهرة هم يخرجوا ما شاء الله انا هذو اللي مولت عماما عندهم يعني القديم طرفوا بلي حوايج بكري و الحوايج تازمان يبقوا على حالهم و المات يرتحهم دي ما تكون ملايها و هذو هذو جدد هذو مكان مكان البنات انا هنا راني نعتلكم كيفاش ننظفها في نفس الوقت كين حوايج اللي ما متنظفيهم ما متقدرش تعودية تستعمليهم يعني ما متنظفيهم راح تطيشيهم انا حاولت اني نظفهم كامل مع بعضهم و نشارك معاكم كل شي بالتفصيل كما تشوفوا و نقول لكم شوفوا هنا البنات بعد ما تنظفهم يعني بعد ما تغليهم هكا بالماء والصابون و كين اللي ما يدير لا صابون لخل يعني يدير غير الماء يغلي و يدير معه البيكربونات هذا مكان ما يدير خمير تلقاته يديروا بيكربونات والماء يغلي يلوحوا ليمول و يبدوا ينظفوا بليزيس و كين اللي يدير هذو الطريقة و يحك ديرك تاني انا هنا استعملت ليزيس يعني من هذيك الكوكوطة نحي ديرك نحطهم في ليزيس و نحكهم تعرفوا بالصابون يخليه شهوبية اصبع في القيش و الله يعني لازم دائما ديروا حاجة و تخرجوا و تنحينا هذيك الشهوبية و تمدلنا هذيك اللماء شوفوا كيفاش خرجوا هنا هنا بعد ما تنظفهم البنات و تحكوهم نشفوهم انا حطيتهم هنا ينشفوا كيما شتوا فوق بلاتو من بعد ما ينشفو حطوهم في بلاتو و دخلوهم كيزينيار هكا فارغين كي تدخلوهم شغولكم طيبوا فيهم دخلوهم من ثم راح تشوفوا اللي لقيتهم بلي قاعدين على حالهم هذوك راح تستعمليهم و عينيكم هم ضيئ اما اللي لقيتهم بان فيهم صديد و بقى فيهم صديد هذوك ما نصحك انك تستعمليهم خلاص كان يقولك رح يبارك احرقيهم و خدمي بهم عادي لا لا طيشيهم عليك لخاطر ما هم مبقوش صالحين الاستعمال و هاكم تشوفو فليمو التابعي كيفاش خرجوا و يشعلوا ما شاء الله عليهم و رحت للتوابل اللي نبغي نرحيهم هنا في الدار يعني ننظفهم في الدار و نرحيهم في الدار بلما نديهم للرحاي راح نشارك معكم الطريقة سواتا الفلفل لكحال والكوركم خاصة كوركم و الزنجابين و ثانية الكمون انا هذو دائما نستعمل نخدمهم في الدار الفلفل لكحالنا هنا بديت نظفي و درته كلش راح نديره في السيارة انا كان عندي سيار صغير ما فهمت شوين راح كان عندي هك سيار صغير نحك في هذك الفلفل لكحل باش نحلو هذك القشرة الكحلة باش نرحيه ايو اللي تخليته خبيته حتى نعود نشاري السيار و خلاص بالنسبة للكمون كيف كيف حتى هو النطفه كما نطفه اي نوع توابل النطفه نحي منه هذك الزايد هو فوته في الغربال ولا فوته في الصفايا باش تنحامل هذي كل الغبرة انني فوته في الصفايا و ما صورتاش ما نعرف الواح ما صورتاش المهم فوتها في الصفايا نحيت منه هذك الزايد و نضفته و نرحيه مباشرة هنه رحي في الرحايا اذا عندك رحايا خاصة بالدوابل ولا رحايات هذو اللي يجيوا مع الربوات يعني تشري ربو في هش حال من حاجة ولا في الرحايات على القهوة يعني اي رحايا عندك اللي ترحي هذ الحبوب ولا القهوة رح ترحي لك كيفاش نديل بنات بعدما ننظفه نحطها كما تشوفو نحط هات الدرحة جي روعة المهم نحيو من هذو كل بابس هذو كل حواج جزيلي نكون نحيوهم منهم و نحطوهم يترحوا هنه توابل تواكي يكونوا جدد وش نقول لكم الريحة تبقى نفحفها ما دي ما نحكي لكم بعدما نرحي نرحي الكمون هنه وش نديل بنات نحكي من جيب صفايا انا عندي صفايا صغيرة صفايا اللي باش تخرجها لرقيقة صغيرة يعني الصفايا الكبيرة تاعي هذي كل عيون تحا شوية خشان اذا درت فيها رح تخرج لهذا التوابل تخرجهم لي خشان ايه استعملت هذا الصفايا ندير بعادي يعني يبقى يتصفي يهبط لك هذا الرقيق اللي يهبط هذك هو اللي تستعمله هو اللي تعود يتطيبي به واللي يبقى لك في الصفايا عاودي يرجعه ارحيه يعني اجمليهم مع بضاهم و عاودي ارحيهم حتى نتكملي خلاص وتتحصل على هذك الكمون اللي نطيبو به و دائما هذك الخشين اللي يبقى ما يترحاش ما عندك ما تدري به هذك اضطيشه وهو كي الكمون اللي صفيته هذا هو اللي نستعمله والخشين هذك كما قلت لكم نعاود نرحيه و نصفيه والخشين اللي يبقى نطيشه ما عندي ما نزيد نرحيه فيه راح نروحوا للكوركم و زنجبيل انا هنالكوركم راح نبدأ به هو اللي و شرح ندله ما نشرح نرحيه قبل ما نرحيه راح نحطه في الفور و ما انا اجملي درت هذة الطريقة لكن نصحوني بها المتتبعات التاوعي قالوا لي قبل ما ترحيح حطيها قبل في الفور و يلفع اللي بناتك حطيها في الفور راح يسهل عليك حطيته في الفور نحطه غير واحد لعشرة دقائق حكاك ما نفوتوش يعني قاس ما يسخون بك و نروح للزنجبيل الزنجبيل هنا و شنديل و نحكم نحطه قبل في المهرأس و نبدأ نهرسه يعني قد ما هرسته في الفايدة حكا بش يساعدني و انا نرحيه في نفس الوقت يساعد لي الروبوتا عي ما يفزد ليش شوفوا هنا نحاول اني نفده قد ما نقدر يعني نهرسه قد ما نقدر من بعد نروح نرحيه نرحيه عادي يعني كما نرحيه التوابل كما رحيت الكمون نحب شوية و نرحيه يعني نبقى نرحيه بشوية بشوية و نسايص الروبوتا هنا سايصو الروبوتا عكم الليبنات و ندخلوش عليها ارحي ارحي بصورتوك تكون كونتتي كبيرة خطر ماشي كما الرحايات اللي عندنا احنا يا فردار كما الرحايا اللي اللي عند الرحاية يرحينا التوابل المهم نفس الطريقة نرحي في الروبو و نصفي بالصفايا هنا كيف كيف نصفي الرقيق هذك هو اللي نستعبله و نفس الشي نعود نرحيه هنا يعودوا ارحيه و يبقى لكم الخيوط هذوك هذوك الخيوط كي يبقى لكم خلاص طيشوهم ما ارحيه و عودوا ارحيه في اي نوع توابله يبقى لكم يبقى لكم مثلا كيما هنا رح يبقى لكم هذوك الخيوط هذوك طيشي هم عندك في واش تستعمل ايهم و دركوا نروحوا لكولكم فاتع لها 10 دقايق نحيتو حكيك سخون ديركت للمهراسة لبناط ما تسنح شي دفالك و دقوني نخليه شوية يبرد باش نقدر نهزو ولا نقدر هنا راه وسخون شوفوا كفا فم فم تكسرت لي هذا يتكسرت ما بانيت شبرك في الفيديو شوفوا اللي بنات يقولي طري يساعدكم عن يقول لكم اللي بنات من الفور ديركت للمهراسة فم فم ابدا يهرسيه اذا خليتي يبرد رح يقولي الكيابس و ما تقدريش خلاص تهرسيه يعني رح تقولي الرحمة في كيكان قبل ما نحطه في الفور ولا نحطه في الفور ولا نحطه في الفور و نخليه يبرد لخطر اذا حطيتي هني نركز لكم اللي بنات خطر انا نسرعت لي اذا خليتي هتاني يبرد رح يقولي الكيابس و ما تقدريش طول ترحيه لانو انا مالفة ما نحطوش في الفور و نهرسو في المهرس يجيني سهل شوية ماشي كيما كيبرد لي و نبدو نرحيه وهنايا الكركم اللي بنات ما تكثروش ديرو غير شوية حتى نرحيه حتى هو قبل ما تحطوه في الروبو هرسوه قد ما قدرتو يعني قد ما تقدري تهرسيه فايدة لي كل الروبو حتى هو نفس الحكاية يعني بلا ما نبقى نعودلكم نصفي وهذا كنا نبقى و نرطبو حتى ننتحصلو على التوابل و هم لك التوابل كيما راكم تشوفو ما زال يغلي فلفل لك حل فلفل لك حل ما نقولكم شنفس الطريقة لانه باش نحلو القشرة لازم نحكو مليح في السيارة و هكا التوابل تعيره هم واجدين اذا كميات شوية كبيرة ولا زائدة ديما خلي كمية قليلة اللي طيبة بيها والباقي خبيه خبيه في بلاسة تكون مظلمة راح يبقى و هكا جدد و ريحتهم ديما مفحفها و كل ما تبغي تستعملي اجب دي قسمات تستعملي راح نروحو للآواني الفخارية و نشوفو كيف شنديرو لهم قبل ما نبدو نستعملوهم و قبل ما نبدو نطيبوهم و ثاني كي نعودو نطيبو بهم ديما كيفه نطيبو فيهم سورتو كي ذركا زادونا هذو كل مقالية تاع الفخار زادونا الليمول تاع القراطم فيهم احجام و انواه قبل ما راح ننحي هذ هذو التيكيات اللي لاسقين هذي تنحات بسهولة بصح هذو هما التيكيات اللي ما نشتيهم مش هذو اللي يبقى و يدقطعوا هكا انا راح نشارك معاكم هذة طريقة و سبق و شارك سمعاكم طريقة وحد اخرى في القناة اللي هي نحكم الفخار تاعنا و انبيته في الماء انبيته دي 24 ساعة ولا يومين في الماء و انبيته نحيو نخليه ينشفو حتى السمانة هكاكو هما ينشفوه وهذي الطريقة الثانية هي انك تجيب المرسو تاع الشحمة تقلبي البرمة تاعك وتدهنيها هكا بالشحمة كمشتو هنان يندهني مليح بالشحمة و كيني يدهنها من على بره انا مانيش راح ندهنها على بره ندهنها غير من تحتها لخاطر مش مطلية و كيما قلت لكم المرة اللي فاتت انا هذو البلاصة هذو الفخالي اللي مش مطلية ما نحملوش ما نقدرش نمسوا بيديها و ما ممكن يعود يتحك هكا المغطى مع المرميطة ما نحملهاش ما نحملش هذك السود سينو انا ننصحكم انكم اذا تحملوا السود شريو هذك اللي مش مطلية خاطر هذك هو الصحي وهذك هو المخير فيهم هذك هو المخير في الفخار هذك اذا شريتوه تدهنوه كامل بالشحمة بعد ما دهنتو بالشحمة راح نجيب الحليب هنا ينجيب الحليب نستعملوا الحليب نستعملوا الحليب اولا باش نفيضوه فيه يعني باش نتستيو البرمات داعنا و ثانيا باش نحنه هذك الريحة شتو اللي بنات كين مفيضو الحليب فيها مرات كيني ميفيضش الحليب في البرمات الفخار تقولك انا كين طيب بها تطلق لي واحد الريحة ولا تطلق لي بن ما هذك البنة والريحة راه يطروح مع الحليب نروحوا للخطوة الموالية انو نديروا النار ذلي لا نديروها مهيلة خلاص كيب نقولو حني الشمعة عاكم شتو الكانون اللي حطيت فيه البرمات كيفة واللي راح نحط فيه الطاجين ثانية كيفة لازم تكون ناقصة و نسنو على هذك الحليب منها هذك البرمات تسخن وهذك الطاجين يسخن و منها هذك الحليب يفيد لي هنا راح نغطيهم من المغاطان نحطوهما لبنة باش حتى هما يسخنوا مع مع الشيطة هم سواء مع البرمات ولا مع الطاجين و نبقى و نتفقدو في البرمات هنا الاستعمال اللي من بعدها يعني كتعود الطيبية فيها ديما ديما خطر كين الناس اللي تستعمل الفخار غير في رمضان و كين اللي يستعملوهم دائما مثلا انا عندي شربة البرمات الفخار نطيب فيها الشربة و الشربة دائما طيبها في الفخار يعني سواء في رمضان و لا بالرمضان كين حبو نطيبوها لبنات شوفو هنا يبدأ يسخن هذك الحليب اكمشتوها ذك البخارة و طاله يعني الساعة هذي رحمة ربي الفخار تعيره و صحيحة و لا بساليه كين اللي تقولك انا الفخار تعيره كل ما نشريه تكسر لي الفخار عمارك ما تقوي عليه النار كين ما تستيه اول مرة بهذا النار تبقي طيبي بهذا النار لانه الفخار كيفو يحكملك السخانة سايي يعني كنت الفخار كيفو يحكملك السخانة تهزيه من الكنون و تحطيه فوق الشمعة رح يبقى شدلك هذك الحرارة اذا قوتي النار الطين هذك ما يستحملش النار القوي رح يتطرتق لك و رح يتشقق لك هذي اديها قاعدة الفخار عمارك ما طيبيه بنار بنار عاليه هنا رح اخلي كي ما قلت لكم حتان يفيد الحليب ديش الحليب و فاضلي خلاص هكا راني كملت هاكم شدوره و ما شاء الله ما تشققتلي ما صرا لها والو وهذه هي الدرجة تع النار اللي دائما انطيب فيها يعني ماشي غير كي جربت بها هكا ولا فيض فيها الحليب ان شاء الله تتبعو هاذ النصائح و يفيدوكم قلت الحمص كي ما شدوه هنا و تنفخ تنفخ خمليه يعني انا خدمت كي ما شدوه و عطيتو الوقت بشي تنفخ لي هذك الحمص انا يمن اشتيش نطيب الحمص كي يمزاف لي يقولك انا نطيبه و نصطيبه و نقوج له و بعدها نطيبه جبنيه نحس بالنه انا نجد الحمص كي تروح نحكي من ان شم خملي نحن نعطيه الوقت الكافي بشي تنفخ في هذا كل ما واللي مو في اليساشي سوف نحن للمو في هذا اليساشي انا هذهم اللي نستعملهم اه هن وش الداري اذا تحبي الحمص بشي تبغي تجريت هذا القمية ولا صحيح المحجر في بعضها و انجبت في بعضها اه خليه يحطي في الكنجيلاتور ساعي يشد روحه يجمد و نبدأ يجبدي حليه من بعضه ولميه في ليساشي وحطيه في الكنجيلاتور ويجبدي قسمات استعملي انا هكا كونجليته باش كين نحب نطيب به نلقاه واشت يعنو نسالي يمن نجمد غرب شوية هناكونا وصلنا نهاية فيديونا هاليوم شاء الله يكون فاتكم ابقالي غنقولكم تالله وفرواحكم في امان الله